يمكنك أن تجادل بأن عام 2016 كان من أهم الأعوام ربما في تاريخ الاقتصاد المصري المعاصر ففيه انخفض سعر صرف الجنيه لمستويات قياسية واتخذ البنك المركزي قراره بتعويم سعر صرف العملة لكن كيف ستستقبل الحكومة المصرية عام 2017؟ وزارة المالية المصرية قامت بإصدار بيان تحدثت فيه عن ثلاثة محاور رئيسية ستعمل عليها الإدارة المصرية في العام الجديد محاور تتعلق بدفع معدلات النمو والمضي قدما في برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي دعونا نتابع إذن التفاصيل في هذا العرض ما هي المحاور التي ستتخذها الحكومة في عام 2017 المحور الأول يتركز على معدل النمو الاقتصادي الذي تستهدف أن ترفعه إلى 5% برنامج إصلاح اقتصادي شامل بالنسبة للحكومة المصرية والمحور الثالث متعلق بتقدم في معدلات التنمية والحماية الاجتماعية لكن كيف سيتم تحقيق المحور الأول؟ وهو معدلات النمو التي ستصل إلى 5% المئة هذا سيتم كما ذكرت عن طريقة حزمة من الإصلاحات الهيكلية بزيادة التركيز على الإنتاج المحلي وزيادة التصدير بالنسبة للشركات المصرية إلى جانب جذب الاستثمارات ستسعى الحكومة لتحقيق هذه النسبة من خلال التركيز أيضا على مشروعات تنموية كبرى وكنا رأينا وشهدنا عملية الإطلاق بالنسبة للعديد من المشاريع القومية مع بداية 2016 إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية المتعلقة بالبنك المركزي المصري وأيضا الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة وكان أبرزها خلال عام 2016 عملية تعويم الجنيه المصري برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر وهذا المحور الثاني الذي طرحته الرؤية يهدف إلى تخفيض عجز الموازنة الذي يبلغ حاليا 12.2% إلى مستويات 9.5% خلال عام 2017 من خلال زيادة الإيرادات العامة وزيادة الإيرادات العامة ستكون بعدة طرق مطروحة ضريبة القيمة المضافة ستعتبر إحدى هذه الإيرادات الإصلاحات الضريبية وكنا رأينا أيضا هنا قانون المنازعات الضريبية والتصالح الضريبي تطوير منظومة الجمارك والإيرادات غير الضريبية ستسعى الحكومة إلى ترشيد الإنفاق العام من التأكد بأنه سيصل إلى مستحقيه ودعم كفاءة إدارة المالية العامة كذلك إذن هذا بالنسبة للمحور الثاني أما محور الثالث وهو رفع معدلات التنمية والحماية الاجتماعية بمصر ذكرت بأنها ستركز على زيادة حجم الإنفاق على التنمية البشرية لقطاعين مهمين وهو التعليم وكذلك الصحة إلى جانب طبعا تحسين الخدمات بزيادة مخصصات دعم السلع الغذائية إذن ثلاثة محاول رئيسية ركزت عليها رؤية الحكومة المصرية لعام 2017 سيبقى الرهان على قدرتها على تنفيذها